موسيقى الأمر الغذائي المغربة هذا واحد من الأولويات التي حرصت عليه جميع الحكومة لكن الظروف تختلف الظروف تختلف والسياقات أيضا تختلف هذه سنوات كنا نعيش في زمن الوفرة كان مجموعة الأصوات كنا نسمعها في المجتمع كنت تقول بأن هذه مخطط المغرب الأخضر ستزاد في الإنتاج بشكل كبير جدا وهذا شيء لا يمكن شخصنا راجعوا الأهداف وما عمرني لم أسمع شيء يقول بأن مخطط المغرب الأخضر لم يحقق النتائج ذلك هذا الذي وقع في ظل هذه الثلاث سنوات الأخيرة لأنه من كان عزله الواقع على السياق كانوا غير منصفين في إصدار الأحكام هذه الثلاثة سنوات الأخيرة أعرفت بلدنا واحدة موجة شديدة من الجفاف وقلة التساقطات وأنا نعطيكم واحد الرقم صغير جدا ولكم أن تتمعانوا فيه الحصة الفلاحة من الماء المخصص للري كنا نتكلم تقريبا على حوالي 6 مليار متر مكعب السنة الماضية تم تخصيص فقط مليار متر مكعب بمعنى أن الحصة الماء انخفضت حوالي 80% لا أحد يتحدث حول هذا الموضوع نجعل هذه المعطاية المرتبطة بالمدخلات في الإنتاج الفلاحي ونصدروا واحد من المجموعة القيام لا نمتأكد إذا كانت سنة منطرة لا سنسمعوا هذا الكلام فبالتالي الحكم يجب أن يكون حكما منصفا عبره نستحضر السياق كله ونستحضر المعطيات كلها لكي نعطيه واحد الحكم يكون منصف وإلا وإلا سنكون نطلق الأراء على وهنها ولا نقدمت قيما حقيقيا لأي استراتيجية كما كان نعديلها على مستوى المدخلات وهنا نريد أن تتكلم على جوجة الأنواع المدخلات المدخلات المرتبطة بالأسميدة العمق لا نعدي فيها مشكلة هذه ننتجها وطنيا والأسعار لم تتغير منذ سنوات لكن في الفطارات البرد كنا نعرف البرد الذي كان في يناير وفبراير وؤثر على إنتاج البعض الخضر خاصة الطماطم استعملوا ما يمكنه أن نطلق عليه بالأسميدة السطح وهو السماد رقم واحد هو الأزوت والأزوت منين يأتي؟ يأتي من ثلاثة الدول المعروفة يأتي من الصين ومن روسيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لأن الأزوت هو نتيجة الإنتاج في الأساسي في الإنتاج الأزوت هي الغاز الدول التي تنتجه الغاز هي الدول التي تنتجه الأسعار الأزوت تضاعفت وارتفعت جد المرات وثلاثة المرات مجموعة المدخلات الأخرى التي تتدخل في الإنتاج الفلاحي وهذا لماذا الحكومة في الأسبوع ما قبل الماضي خذت إجراءات عبر إزالة وعبر حدث الضريبة على القيمة المضافة على هذه المنتجات على هذه المواد التي تستعمل خاصة في بناء هذه البيوت إلى غير ذلك ميناء والمكنناء إلى غيرها من الأذوت يجب أن نعترف بأن بالإضافة إلى انخفاض الكميات المخصصة للسقي بالإضافة إلى سنوات الجفاف التي تعاقبت على بلادنا وهناك ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج وهذا هو اللي أضطر وخلى واحد الارتباك يوقع سيد رئيس الحكومة في اجتماعه مع القطاعات المعنية ومع الوزراء المعنيون ركز على واحد القضية أساسية جداً ما هي؟ هي كيف يمكن للحكومة أن تتدخل لكي نحقق ما يمكن أن نصطرح عليه بالتوازن لأنه في نهاية المنطف نحن نحتاج إلى هذا التوازن صحيح في لحظات الحكومة تدخلات ووقفات تصدير ولكن يجب أن ننتبه هذا موضوع الذي قصنا ناخده في إطار واحد التوازن نعطيه الإمكانيات ونعطيه الأولوية للسوق الوطنية ونعطيه المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة للمواطنين لكن في نفس الوقت هذا الطفرة التي تعرفها النشاط الفلاحي وهذا العمل الكبير الذي قاموا به في اللحافات السنوات تقصد شجعهم أكثر لكي يمشيوا في مجال نحو الإنتاج بشكل كبير هذا الآن في الشقة المرتبط بالحبوب مخطط المغرب الأخضر أعطى معطيات على أن الحبوب سنفوت 71 أو 80 هذا هو المعدل لأنه نعرف بأن إنتاج الحبوب هو مرتبط بشكل مباشر مع التساقطات ثم إنتاج الحبوب يجب أن نعرف وهذا يعرفه الناس الفلاحة في المناطق الباعدة والمختلفة بأنها من السلاسل الإنتاجية الأقل شغلا ومخطط المغرب الأخضر جاء بواحد الفكرة وواحد الهدف هو الرفع من الشغل وفور الشغل لأنه كتغرس فسيك تحسد كتكون واحد اليد عاملة بسيطة اللي كتكون تدير ذلك المراقبة والتتبع لكن الأشجار المتميرة والخضر وخاصة القطاع ديال اللحم الحمراء هذا هو من أكبر القطاعات تشغيلا في العالم القراوي وإنتاجا للطروة وهو أيضا تأثرة بفعل الجفاف وتأثرة بفعل الكوفيد وعوامل أخرى سوف يأتي الوقت المناسب لكي نتطرق إليها بإمعال إذن هذه السلاسل هذي كلها تأثرت بمجموعة من العوامل المتعاقبة ومجموعة من الصدمات اللي جات متعاقبة طبيعي جدا أنه هذا الإنتاج ما يكونش واحد المستوى معين بالرغم من أن الرقم اللي يتكلم عليهم الأستاذ هذا في المناطق لما كتعرفش واحد المكنانة قوية وما كتعرفش واحد الاستعمال البذور المختارة وما كتعرفش واحد الاستعمال المتابعة إلى غير ذلك لأنه غير في منطقة مرشوش هنا كلكو كيلومتر خمان رباط كانت أرقام كبيرة جدا وصلوا لها الفلاحة ولكن الفلاحة طبعا كتكون السنوات يعني سنوات ممطرة وكتكون واحد المكنانة على مستوى عالي واحد التتبع إلى غيرها من المعطيات فهذا الموضوع هذا هو واحد من الإكرارات اللي الحكومة تواكبهم تتابعهم وفي كل مرة مرة كنشوفوا بأن الحكومة تتدخل عبر جملة من الإجراءات إما إجراءات ديال نرفعوه أو لا نحذفوه من الطريب على القيمة المضافة إما أنه نعمل واحد الدعم مباشر كيفما عملنا في السلسلة دير السكر رفعنا من السعر دير الشمندر لمدزج هذه السنوات ومن السعر دير القصب السكر لماذا؟ لكي ندفع هؤلاء الفلاحة لكي يحافظوا على الإنتاج ديالهم لكي ندفعهم أكثر لكي يتملوا الإنتاج ديالهم ولكي نعطيهم واحد الدعم لأعتقد بأنه نحن ندعم المنتج المغربي ولا ندعم المنتج الذي نستورد من عنده هذه المادة بشكل خام فهذه الملفات المعقدة ومركبة والبلادنا بغض النظر لمن يعود الفضل في إنتاج هذه السياسات العمومية هذه السياسات عمومية كبيرة باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس تابونوا معنا في لتين يوتيوب